اليوم الفريق الاشتراكي والمعارضة الاتحادية يعني في هذا النشاط مع الشراكاء دينا في الجمعية الديمقراطية للنساء المغرب مناسبة لترصيد العمل اللي كيقوم بها البرلمان في إطار تفعيل المساواة لانتصاليات دستوري الـ 2011 مناسبة أيضا لنقول أين وصلنا ونحن مقبلون على ورش الملكي المهم بتعديل مدونات الأسرة واللي اليوم هي بصدات الإنصات لجميع الفعاليات المجتمعية حول رؤاها بتعديل مدونات الأسرة مناسبة أيضا لنرى كل المبادرات البرلمانية على مستوى العمل الجريعي على مستوى العمل الراقبي على مستوى تقييم السياسات العمومية ولكن أيضا لجانبها الجانب المؤسساتي لانا الاستكمال البناء المؤسساتي لانصاليه الدستور 2011 اليوم كل من البرلمانيين والخبراء بصدات تقييم الشركة الشركة التي تضم اليوم 76 دولة على الصعيد العالمي المبادرة التي انطلقت في 2011 وانضم إليها المغريب رسميا سنة 2018 الأهمية ديال ولوج بلادنا لهذه الاتفاقية هو حرص على بلادنا على انضمام للمنظومة دولية حرص بلادنا على أنها تكون في تفعيل كل المواتق الدولية وأنها تخدم مصالح النساء منذ ألفين يعني منذ تقريبا عشرين سنة كانت المدونات الأسرة واليوم جللت الملك خطابه وكان نستعلى أنه اليوم ضرورة تطوير المدونات لتخدم مصالح النساء من بعد الهنات اللي كتعرفها أهم شيء اليوم هو أيضا أن المدونات تأتي بعد دستور 2011 وكان يأتي من بعد واحد تفعيل مهم وطاويل واللي يبرز المجتمع المغربي بكل مكونات دياله لأنه هو النواقس لبرزها المجتمع لأن المجتمع يتطور الشيء الهام بالنسبة لنا وليقد نعله اليوم هو أن بلادنا اليوم وهي تتمشي لتعديل مدونات الأسرة تتمشي لها بناء مؤسساتي قوي لنصص عليها دستور 2011 تركيبة ديال اللجنة اللي علينا عليها جلالات المالية كلية السلطة الخضائية والنيابة العامة والتمثيل الحكومية ووزارة العدل ووزارة التضامن ثم المجلس الوطني الحقوق للإنسان ومجلس العلماء تعطينا بأن هذه الروافد ديال التفكير المجتمعي سواء المحافظ سواء الحادثي سواء حقوق الإنسان سواء البعد الديني فهذا كيسمح لنا بشأن فعلا كل المبادرات وكل الأفكار الواردة من عند المجتمع المدني وعن تيارات المجتمع هذه تلقادتها فهذه المدونات اللي كانت منوها أنها تخرج وتضييق بالمدد الجيل للبرلمان بطبعا الفريق الاشتراكي اليوم هو تستقبل مبادرات وأنشطة من هذا النوع فالغاية هو إعداد البرلمانيين دياله لهذه المناسبة المناسبة لتعديلات القانونية اللي ستكون لاحقا تنظم جمعية ديمقراطية نساء المغرب وفريق اعتحاد الشراكي القوات الشعبية هذه الندوة الوطنية تحت شعار البرلمان منفاته رافعة أساسية للمساواة الفعلية لماذا اليوم ما أحواجنا إلى أن نعيد إلى الساحة الوطنية معكم طبعا ومعكم هاد نقاش حول المساواة الفعلية لأن قمة الأهداف الإنمائية للألفية عفوا قمت أهداف تنمية المسادمة لدازة لصوم هاد القمة الكبرى لدازة شتنبر الأخير شنو بيناس بيناس بأن لم نتقدم بأن عندنا مجموعة تحدية المعيقة التي تحد من إعمال أهداف تنمية المسادمة لماذا؟ لأننا تأخرنا في قضايا المساواة إذن أنا الأولى أن نقدر نحق تنمية مسادمة حقيقية وفعالة وفعلية يجب أن نستثمر في المساواة الفعلية أن نستثمر في الحماية النساء وضحايا العنف أن نستثمر في النهوض بكل قضايا المرتبطة بمناهضة التمييز وبإعمال المساواة اليوم البرلمان يتوفر على خطة اسمتها الخطة البرلمان المنفاته كيف يعقل أن خطة البرلمان المنفاتيح متواجدة وما زالت القبة البرلمانية التي تشرعين القوانين وتشرعها ما زالت العديد من القوانين تحمل التمييز والعنف وما زالت لم ترقع إلى مستوى إعمال المساواة الفعلية لهذا نحن في الجمعية ديمقراطية الإنساء المغرب وفارق الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية بغرفة مجلس النواب أرسائنا أن هذا اليوم يكون فرصة لمناقشة محتويات هذه الخطة من أجل تطويرها مستقبلاً لكي يستطيع أن يكون لدينا برلمان منفتح بالفعل على قضايا المساواة الفعلية في كل الحالات والوضعيات خصوصاً أن اليوم ينقاش المدونة وما أحوجنا إلى تغيير شامل وجدري لمدونة الأسرة يوم الفائق الشراكي ينضم يوم دياسي حول موضوع البرلمان المنفتيحة في المساواة الفعلية وذلك بشاركة مع الجمعية الديمقراطية الإنساء المغرب لإنطلاقها من العنوان يتضح ما هو الهدف اليوم دياسي الهدف الأساسي هو ضوة المؤسسة البرلمانية ضوة المجلس النواب تحديداً في هذا الموضوع المتعلق بأن نجعل من الحكومة المنفتحة آفعة أساسية لإعمال المساواة في هذه البلاد فمنطلقنا يتعلق بالتزامات مجلس النواب التي قدمها في إيطاي أولاً خطة العمل التي قدمها في غشة 2022 والتي تضمن ست التزامات لكن ليس هذا فقط بل حتى في اختصاصاته لأن هناك خمس اختصاصات لدى البرلمان الاختصاص الأول يتعلق بالعمل الشيعي بماذا قمنا في الفائق الشيك المعارضة الحالية في هذا المجال نفس الشأن أيضاً بما يتعلق بمواقبة العمل الحكومي كاختصاص ثاني وهذا موضوع مدخلتي ثم تقييم السياسات العمومية ونحن اليوم أمام لجنة موضوعاتي هذا تعلق بتقييم القانون 13 متعليق بالعنف ضد النساء ثم الدبلوماسية البرلمانية وأخيراً ما يتعلق بالديمقراطية التشاوكية على مستوى لجنة العائد هذه الاختصاصات الخمس يعني سنقف فيها على المجهودات التي قام بها الفائق الشيك المعارضة الحالية من أجل إعمال مبدأ المساواة خاصةً وأننا نؤمن بأنه لا يمكن أن نسيئ إلى الأمام إلا بمجتمع تسود فيه المساواة تساوى فيه الحقوق والواجبات بالنسبة للإنجال والنساء نقول بأنه بهذه المساواة ستتحقق المواطنة الكاملة للجميع ترجمة نانسي قنقر